تحية طيب المتابعي ومستمعي راديو الثورة بعد سنين من معاناة الأهالي في مخيمات الكمونة تم تعبيد الطريق الرئيسي لهم والذي يصل إلى مخيمات كفر كرمين ويخدمهم بشكل كامل ولنسمع آراء الأهالي حول تعبيد هذا الطريق ابقوا معنا شو أفرق عليكم قبل التسفيت وبعد التسفيت؟ والله أفرق كثير أفرق كثير أنه كان قبر كثير يعني حالة مسواء وهلغ الحمد لله زفت كويس شايف شون وتشكر العاملين اللي كل واحد ساهم على طريق هزفت أحنا نتشكرهم والله كان قبل التسفيت كان سيء أفرق عشو هلغ بعد التسفيت صار جيد جدا أفرق علينا كثير أول كان بيه غبرة الغبرة عمت عيو العالم يعني وهلغ الزفت أحسن بس نغسنا بطبات مشان لولادة حباظ على أمان لولادة صغر والله بعد الزفت صار يعني شوي قفت الغبرة علينا وارتحنا كثير كثير رتحنا بس دل عنا الشوارع دل عنا الشوارع والأرصي فيها دولي بس بريحونا أكتر وأكتر فرق معنا كثير يعني أول شيء عن غبرة وكثير شغلات ألقي يعني لا الوضع تمام تمام الوضع بس منطالب أنه مطبات يعني منصير حوادث كثير صار الوضع ممتاز وتمام ومن الشكر الجهات المعانية اللي قامت به الأمر لوصل الاستراد مع طريق الكموني مع تل الكرامي لوصول إلى النقاط الطبية وإلى ما شابه هذا عليك والله حياتنا تغير وصارت حلوة الحمد لله من فضل الله لغبرة يعني إذا هو واحد يسعف مريضه بيحسن يوصله الأقرب مشفى عليه هون أولي ما في يعني ما في يعني سيارة لا تقدر تسرم الطرقات طرقات سيئة والحمد لله ألحظ صارت طرقاتنا كويسة شو ناقصنا خدمات لسا؟ نتمنى يركزونا على الدروبة الفرعية هون وتم خدماتها وبلطونا هي ناقصنا خدمات كتير الزفط أولا رفيع موها عريض وثانيا بدنا رصيف وبعدين بدنا تزويد المطبات المطبات ببارح ندعش ولد وأول تبارح ندعش ولد وعلم شافي وعندنا أولاد كتير لازمنا مطبات وتسفيد الطرق الفرعية وأرصفة هذا اللقص يعني همشي المطبات همشي عندي أناد مطبات بشأن الملاد يعني نسونا مطبات كثرة لا خير كون لأن غلنا له المتعادة اللي يجا حط المطبات ما رضي حطنا مطبات قال أكثر بيكبو بسموح له بعد تسفيد الطريق الرئيسي نتمنى من تسفيد الطرق الفرعية أو بلاط طلبنا شوارع شوارع تتبلط وطلبنا الأرصفة تتزبط هون أمامنا هوني نرتاح أريح من أول بكتير هلأ رتحنا شوية عزب بس نرتاح أكتر إذن متابعين ومستمعين أسهم تعبيد هذا الطريق في تسهيل وصول الخدمات المتنوعة إلى مخيمات الكمونة وإزالة معاناة المارين عبر هذا الطريق غير أنه تسبب في حوادث عديدة وسط مطالبات الأهالي بإكمال الخدمات الطرقية كالمطبات ورصف جميع الطرق الفرعية لراجو الثورة كان معكم محمد أبو وثمان ريفو إدليب ريفو إدليب